بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قصة واحدة عرفة تقول لي مريم عندي واحدة من أهلنا مبتلة في بنتها بنتها حالتها صعبة وبالمستشفى وعلى الأجهزة وهالأم المسكينة عايشة حياتها في المستشفى تقول طبعاً احنا نحاول ما ننساها انمرها بين فترة وفترة تقول والله ذيك المرة دخلت عليها وأشوف بنتها بهالحال كانت تقول لها والله الله يعينتش يعني على اللي انت فيه يعني مو سهل اللي انت فيه كلش كانت طالحة تقولها لها تقولين شذي هذه البركة هذه شفنا الخير من دشة حياتنا تقول البنت الطالة هاي من صوجها تقول شذي أم ملهمة اتخذت عقلية الشكور أن تكون عقلية الشاكرين أن تطالع بس الشي الإيجابي بالأمر ومن الجميل أن احنا يصير عندنا هذا التجديد للعلاقة مع الحمد لله فقاعدتنا اليوم نبي نتكلم عن شيء يسمونه التصفية الذهنية mental filtering طبعا في علم النفس الحديث لما يستخدمون هذه الكلمة بروحها عادة تكون أن قصدهم negative mental filtering أن شلون الواحد يفكر دائما بس يشوف السلبي السلبي في كل شيء بس احنا ما نبي mental filtering السلبي نبي positive mental filtering التصفية الذهنية الإيجابية عقلية الشكور أن ترى الأمر الإيجابي في كل شيء بس ترى مو من السهل أن الواحد وهو في المصيبة يطالع الشيء الإيجابي يعني عادة يكون فيه جذي ضباب بوقت الأزمة ومو تيصير سهل لما الإنسان متدرب لما الإنسان في الرخاء الحمد لله والشكر وتذكر النعم هو حالة وديدنة الدائم احنا قلنا أن الحمد لله رب العالمين في البداية أول شيء نقوله في الصلاة في الفاتحة وافتتحت بها كتاب الله وتدرون شنو آخر دعوة لنا في الآخرة الحمد لله رب العالمين تبقون تسمعون الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فتتحت بها الحياة وتختتم فيها شنو جمال استشعارنا أننا أحنا يا رب بنقول هذه الكلمات بالجنة الحمد لله رب العالمين وتدرون شنو يقولون أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله لا نصب ولا تعب ولا جهد يحمدون الله أن بلغهم الجنة يا رب تبلغنا إياها شفتوا الآية شا تقول؟ إن ربنا لغفور شكور الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعرف بأنه شكور يشكر لك صنيعك بشنو؟ يشكر القليل من العمل بالكثير من الأجر يعني أنت كن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى علاقة شكر وحمد وثناء وأعمل ما تستطيع يشكر الله لك صنيعك فيعطيك الكثير على القليل هذا ربنا أنزلوا نروحك الدراسات شا تقول؟ إن الناس اللي عقلية الشكر عندهم هي ديدنهم في الحياة واحد دائماً يستخلصون الأمور الإيجابية من كل موقف في حياتهم هذا واحد أثنين عندهم تعامل جيد مع التوتر ثلاثة يصير حتى انعلاقتهم مع الناس أقوى لأن الشاكر إنسان مريح مو المتشكي واللي بس يدور سلبيات مرتاح يدور النعم ويقول الحمد لله فهو هذا الإنسان أكثر قوة نفسية الحين نحن من بدينا الحلقة ونقول الشكر 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 تدرون شو المشكلة؟ المشكلة أن في ناس الشكر عبالها شي بس ينقال أن الشكر بس هو الحمد لله بس الشكر شي أكبر من جدي الشكر تعريفة أن القلب أولاً معترف بنعم الله سبحانه وتعالى واحد أثنين اللسان يقول ويتلفظ بالشكر بأن يقول الحمد لله ويذكر نعم الله سبحانه وتعالى الجوارح تعمل شكراً لله سبحانه وتعالى فتشكر نعم لله سبحانه وتعالى فمعطيها الصحة تشكرها بأنها تحط هذه الصحة بشيء الله سبحانه وتعالى يرضاه الشكر مو شي نوصل لها دقيقة وحدة أن الواحد يصل إلى مرحلة أنه هو في الأزمات الحمد لله يلا الحمد لله مو أكبر منها الحمد لله أنه علق المو بعيالي الحمد لله مبديني شلون الواحد يوصلها المرحلة ترى في تدرج أول شيء هو يقول لك الإنسان مع الأزمات مقامات في مقام أول ما نبي اللي هو شنو؟ مقام العجز الإنسان اللي هو يحس أنه ما كترى سوي شيء وشنو؟ وجزع وسخط هذا ما نبي هذا مقام من المقامات الدنيا في مقام حقبة نبي وزين وراح يوصلنا إلى الشكر اللي هو مقام الصبر الصبر أن الإنسان يتصبر فيعني ما يصير عنده هذا الجزع والصخط الأمر اللي بعده اللي هو الصبر الجميل الرضا أن الصبر اللي ما في تسخط ولا في شكوى ولا في الأمور اللي هي تخدش بهذا الصبر تفين لما واحدة تقول لك بعت شيء سوي صابرة لا بس أنا آسوس ما حسنش صابرة يعني أنت صابرة بس مو راضي وهو مو عجب جوايد فهذا يعني في صبر بس في مقام عقبة صبر جميل ورضا اللي بعد الشكر يعني مو بس إنه راضي الحمد لله لا لا يشكر يشكر الحمد لله هذه الخير وهذه البركة يا رب توصلنا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني من ينتفع من الآيات من اللي يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في الأزمات الإنسان اللي صيفة الدائمة الصبر والإنسان اللي صيفة الدائمة الشكر يقول الرسول عليه السلم أفضل الدعاء الحمد لله بتخيلين؟ الحمد لله دعاء وهي أفضل الدعاء إحنا الحين نبي يصير عندنا عقلية الشكور نبي نغير نظرتنا للأمور نبي نغير النظارة اللي إحنا لابسينها اللي نشوف فيها الحياة نبي يكون عندنا عين النحلة اللي تدور أطايب الثمر مانا بعين الذبابة اللي كلها تروحك الوصخ والأشياء المحلوة الأمر الثاني لازم أتذكر دائماً هذا عقلية الشاكر فقط يفكر شدي تتذكر فضل الله عليك أن كل ما يصير عندك خير وفضل هذا من فضل الله أولاً خنسمع قصتنا اليوم عن إنسان شلون عقلية الشكور انقلته من حال إلى حال واحد لعب كرة في يوم من الأيام صاب حادث وهذا الحادث كان حادث خطير كبير حتى الناس اللي يو ينقذونه من مكان الحادث يدورونه هذا وينه وين راح الأدمي لقوا محذوف على طرف الشارع قالوا خلاص هذا الريال انتهى ويحاولونه مني ومنناك حصله ونفس الحمد لله عايش عايش يقول وهو تكلم يقول أنا بس أسمع يقول بس اللي أذكره من الحادث يتنفس 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 أنه يعني أن الحمد لله تركاه قايم أشوي يعني طبعاً منتهي الريال بس أنه يتنفس روحها موجودة طبعاً طاروا فيه إلى المستشفى وبدأت المصيبة والتضحيات والآلام لاعب الكرة اللي يحتاج ريلة وما لغنى عنها أصبح مقعد قالوا الله مع السلامة هذه الكرة تحطها على جنب الحمد لله على قل أنه أنت الحين حي بس ريلك انتهى أجلها وما قدر يتغبل الأمر وكان صعب عليه أنه بس أنا هويتي لاعب كرة بس لون راح يروح مني هذا الشي قاعد أيام المستشفى كانت كل واحدة أبطأ من الثانية كل ماله ويزيد هشاشة ويفكر أنا ليش عايش وأصلاً ليش طلعت من الحادث لو أنا ميتة أحسن بدون ريل شب أسوي أنا منو أصلاً بدون الكرة وبدون هذه يقول لما يا يوم ويدش عليه واحد من ربعي كان يطالعه شذيه ويشوف وضعه مع المأساة اللي هو فيها كان يقول له فلان أنت شمسوي بحياتك شمسوي بحياتك يصير فيك شذيه تغربلها يقول أول مرة انزلت علي الكلمة أنه لحظة ليش قاعد تقول شذيه لحظة يعني أوكي زينا فجأة الحين صار عنده جو الدفاع أنه يعني بس بس لحظة الحمد لله أنت ليش قاعد تحسسني أن أنا يعني أكبر مبتلة في العالم شان يقول له فلان أنت تدري شنو كان الحادث تدري أنا شنو الكلمة اللي بس تذكرها يتنفس يتنفس يعني الحمد لله ربي من علي أنا عقلي معاي وأنا كاني موجود بينكم كيف هاريلي؟ يقول أنا قلت هالكلام وأنا ممصدق أني أنا قاعد أقول هذا الكلام يقول طلع رفيجي وأفكر أباي أنا شلون؟ أنا ليش ما كنت أفكر شذيه؟ الحمد لله ربي رد إلي روحي انتقل من أن الحمد والشكر أثر فيه أهوة في استرداد حياته وروحه إلى أنه قال شنو الجمال أن أنا أعيش الناس اللي نفس حالتي هذه المشاعر اللي أنا قاعدة أعيشها فسوى مركز تأهيل للرياضيين اللي عندهم مثل هذه الإصابات الخطيرة تأهيل نفسي تأهيل جسدي وصار مشهور صارت الناس تعزمة تد توك ما دري تعال كلمنا عن خبرتك تعال ما دري شنو جاني يقول أنا شنو كنت وشنو يعني عادي كنت تلاعب كرة عادي بس هذا اللي صار لي والعقلية الشكور اللي أنا اتخذتها دليل الحياة أي اللي غيرتني فإحنا بعد هذه الحلقة نبي نطلع بثلاث أمور أولها أتيقن بأن لي رب شكور يشكر لي صنيعي ويأجرني على القليل الأجر الكبير أثنين لازم أعرف بأن الوصول إلى الشكر يبيل لتدريب ويبيل لتدرج صبر ثم رضا ثم شكر الأمر الثالث أتدرب على الشكر الحمد يكون صديقي وصاحبي في بداية يومي وفي نهايته في أذكاري ودعائي وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول هذا الدعاء العجيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجميل الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي وأفضل اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار تدرون شون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء العجيب من قاله حين أوى إلى فراشه فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم الله أكبر سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك كم ضل عبدك يا إله فهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ضعفي علمت وذلتي وهواني رحمك لم أقصد سواك وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني مولاي كل اسم يطمئن خافقي يخشاه بالتقوى وبالإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر